وتساءل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القدر المطلوب من القسوة كي يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد ويقول كفى قتلوا أطفالا وكفى تدميروا أسار ويتخذ تحركا حازما وملموسا لوضع نهاية لحملة الإبادة الوحشية تلك وقال الأمير زيد إن الضربات المتكررة على منشآت طبية محمية بموجب القانون الدولي يعني أن أناسا يعانون من جروح خطيرة سيواجهون موتا بطيئا كما جدد دعوة المنظمة الدولية إلى وقف فوري للقصف واستمح فورا بدخول المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي وإتاحة الفرصة أمام السكان للمغادرة